كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه يجب أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته إزاء الضمار الذي لحق بغزة وكذلك عدد الضحايا الذي وصل إلى عشرين ألف وأعرب شكري خلال المؤتمر عن تطلعه لأن يلبي قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لأهل القطاع مشيرا إلى حجم المساعدات المتوفرة والمكدسة في العريش وفي معبر رافح وعدم القدرة على إدخالها نظرا للإجراءات المطولة للكشف والتفتيش القرار حتى الآن يحصل على سبعين دولة تدعمه وتتبناء ده في حد ذاته لليل على مدى أهمية القرار للمجتمع الدولي ويجب الإصراع فيه نأمل أن تؤتي المفاوضات اليوم والمجموعة العربية الإسلامية منفتحة على كل التعديلات التي تطرح تعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن في وضع نص يلبي الاحتياجات الإنسانية وأيضا يراعي الاعتبارات السياسية ولكن بالتأكيد أنه لن تعلو الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية وعندما نرى الأطفال يموتون عندما نرى التدمير والمعاناة التي نشاهدها كل يوم تصور أن الاعتبارات الإنسانية يجب أن تكون هي المحرك الرئيسي وهذه المسؤولية نفترض أن يكون أيضا حريص عليها ثافة أعضاء المجلس